مره رجعت من شغلي على جدتي وكان في حاجة مضايقاني وقعدت احكي لها فا وانا بحكي لها بقول لها في البداية ما كنتش فاكرة ان الموضوع هينتهي على كده فراحت قالت لي ما هو كل بداية ليها نهاية ولازم نفكر في النهاية زي ما بنفكر في البداية الكلام يعني ممكن يكون يعني ايه يعني كل ما الواحد يبتدي في شغل مثلا جديد هيفكر في النهاية هتبقى ايه كل ما الواحد يبتدي مثلا في علاقة صداقة او علاقة حب مع حد يفكر نهاية هتبقى ايه اه هو ده اللي قصدته جدتي ان اي حاجة بتحصل في حياتنا بداية لحاجة لازم في وقت من الاوقات هتنتهي هتنتهي بايه بقى هو ده اللي لازم نفكر فيه وعدت الايام واتعلمت concept مفهوم اسمه التخطيط بالسيناريو يعني ايه يعني لما نخطط لأي حاجة نفكر في السيناريوهات المحتملة واقل حاجة ان احنا نعمل تلات سيناريوهات السيناريو الاولاني لو كل حاجة مشيت زي ما احنا مخططن لها هيبقى ايه الوضع السيناريو التاني ان لو كل حاجة مشيت اوحش مما كنا مخططن لها هيبقى ايه الوضع السيناريو التالت لو كل حاجة مشيت احسن ما احنا مما كنا مخططن لها هيبقى ايه الوضع مفهوم تاني اللي بيقروا منكم الكتب اللي هي في التطوير الذاتي والكلام ده فيه واحد مشهور قوي اسمه ستيفن كوفي ده يعني انا اعرف عنه من من ايام ما كان عندي 16 17 سنة عمل طبعا كتب مهمة جدا جدا من في احد الكتب بيتكلم يعني ابتدي والنهاية في دماغك يعني ايه يعني لما تقدم على حاجة معينة على فعل معين فكر دايما في النتيجة اللي انت عايزت وصلها فيه مثل تاني يقولك keep your eyes on the prize خلي يعنيك على الجائزة لان حياتنا مليانة مشتتات كتير لو مركزتش على الهدف الاساسي اللي عندي حيتشتت مجهودي ويتشتت زهني واروح يمين واروح شمال واضيع مني الجائزة الكلمة صغيرة اللي جدتي قالت هالي ان لكل بداية نهاية ملخص بسيط قوي لازم نفكر فيه لازم نفكر كل ما نبتدي حاجة جديدة ترى الحاجة دي هتنتهي على ايه وده مش دعوة للتشاؤم لان كلمة نهاية للأسف بتدينا احساس بالخسارة او حاجة يخسارة حاجة هتنتهي تنتهي حياته ينتهي حاجة كويسة كل نهاية هي بداية لشيء جديد ماهو ما ينفعش ان احنا نبتدي حاجة إلا لما ننهي حاجة فما تخافوش من كلمة النهايات لان النهايات ما هي إلا بدايات لحاجة تانية فلما نبقى داخلين على حاجة جديدة نفكر كده ايه احسن سيناريو ممكن يحصل ايه اوحش سيناريو ممكن يحصل ونبقى مستعدين ودي كمان بقى داخلها في حاجة تانية اسمعي ادارة المخاطر كمان ان كل حاجة بنقدم عليها وبندخل فيها بيبقى فيه مخاطر معينة لو انا ما فكرتش بقى في السيناريوهات المحتملة وقررت بيني وبين نفسي وحددت ردود معينة لكل موقف ما او لكل سيناريو هيحصل يعني انا كده سايباها كده بدون وهمشي فيها بلا هدى الحاجة التانية كمان دي مهمة اوي ان الواحد يبقى حاطة كل التوقعات قدامه ما بقاش متوقع الحاجة الكويسة اوي 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 بس ولا متوقع الحاجة الوحشة اوي 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 بس وده الفرق اللي بيقولوه ما بين المتشائم والمتفائل وكمان بيقولو عليها كمان اللي هو الوبرتونتست اللي هو منتهز الفرص المتشائم وصاد المتفائل قاعدين عمالين يتجدلوا على كوباية مية المتشائم شايف نصها الفاضي المتفائل شايف نصها الماليان وهم قاعدين بيتخنقوا جه منتهز الفرص ومسك كوباية المية وشربها ده بالزبط فيه السيناريو المتفائل اوي اللي انا شايفه فيه كل حاجة كويسة وفيه السيناريو المتشائم اوي اللي انا شايفه فيه كل حاجة وحشة وفيه السيناريو الواقعي اللي بفكر لو كل حاجة مشت على حسب ما انا مخططالها هتكون ايه النتيجة ده درس اتعلمته من جدتي وتعلمته من زمان جدا ان انا لما ابتدي حاجة افكر هل ده هينتهي على ايه او ممكن ينتهي على ايه وان احط عيني دايما على النهاية على الهدف الاساسي اللي انا بشتغل ليه عشان مشتتش اتجاهي ونظري وابص هنا شوية وابص هنا شوية تركيزي كله على النهاية اللي انا عايز احققها لان كل بداية ليها نهاية اشتركوا في القناة